وزارة التربية والتعليم وعادة خارطة اليوم الدراسي ضمن جهود تطوير وتحديث المناهج الدراسية حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جانبا من لقاء مدير ومديرات المدارس الحكومية وعدد من المختصين بالوزارة حيث أكد أن تخصيص حصص القراءة اليومية جاء ضمن خطة تطويرية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مخرجات الطلبة في جميع المراحل الدراسية بما يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية وأشار الوزير إلى أن تعميم حصص القراءة على جميع المدارس جاء بعد أن أثبتت عملية التقويم للمرحلة التجريبية الأولى من المشروع تحقيقه للأهداف المنتظرة منه هذا اللقاء اليوم هو الهدف من شرح خطة وزارة التربية والتعليم وتبادل الأراء مع الأخوة المدراء والمديرات داخل المدارس وأيضا المسلمين في الوزارة من مختلف القطاعات لكي نتابع ونتفق أيضا على الخطوات القادمة في إطار مشروع وزارة التربية والتعليم في تعزيز القراءة داخل المدارس ضمن مشروعها الكبير وهو إعادة هيكلة الخطة الدراسية بقصد أن نواجه المرحلة المتقدمة إن شاء الله التي سوف نسعى إليها وهي إحداث نقلة نوعية في مناهجنا الدراسية تتناسب مع المتطلبات الخاصة بالطالب من حيث المهارات من حيث قدراته وهو يواجه القرن الواحد وعشرين والتخصصات الجديدة التي سوف يشهدها العالم والوظائف التي أيضا سوف تظهر في سوق العمل وتحدث الوزير عن جهود الوزارة للاستفادة من المنظومات الإلكترونية في تعزيز عملية التعلم والقراءة والبحث ومنها تنفيذ مبادرة مكتبة الرقمية التي شهدت إقبالا كبيرا من المدارس من خلال الإطلاع على المحتوى التعليمي الرقمي والمساهمة في تنفيذه مما أسهم في حصول هذه المبادرة مؤخرا على جائزة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو في مجال الموارد التربوية الرقمية المفتوحة نحن نخذها لـ 15 دقيقة القراءة حاولنا أن نطورها ونعدل فيها فالقصة نفسها دربنا الطلبة أن نقرون القصة ويمثلونها ونقلها للمسرح فاستفادوا الطلبة منها وايد وحبوا القراءة أزيل مع التمثيل لما ربطنا بالتمثيل وأنا جداً مستمتع في مشروع القراءة استفادنا جداً منه وهو أنا أصبحت قراءة جيدة أتحدث وأقرأ بطلاقة وأستطيع أحل الصعوبات التي تواجهني وأسمو بقيام تهلمتها من قصص قراءتها سأتحدث اليوم عن مشروع بفكر وقلم يأتي هذا المشروع كمتابعة للمشروع الوزاري اقرأ ويهدف إلى إيصال الطالبات لمرحلة الإنتاج الكتابي من خلال كتابة قصة ورسمها من قبل الطالبات ويهدف إلى تنمية الاتجاهات الإيجابية وتعزيز قيام المواطنة والقيم الإسلامية وتنمية الاعتزاز باللغة العربية والربط بالمنهج الدراسي مشروع القراءة ساعدني على القراءة وساعد زملائي على القراءة فقد قام الوزير بجولة في المعرض المصاحب للملتقى والذي قدمت خلاله 12 مدرسة مطبقة للمرحلة التجربية من مشروع القراءة أبرز جهودها وقصص نجاحها والجدير بالذكر أن الوزارة قد زودت المدارس بأكثر من 2500 قصة لتضاف إلى الكتب الورقية والرقمية المتنوعة المتوافرة بمراكز مصادر التعليم المدرسية